استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم عددا من الكوادر التعليمية والطلبة خلال يومهم الدراسي عن بعد وذلك على هامش ترأوسه اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن بأبو ظبي وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن التقدم والتطور المتلاحق الذي تشهده دولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن قامت على العلم وسوف تستمر بالعلم الذي يعد ضمان لمستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية حيث قال سموه إنجازاتنا وتقدمنا منذ تأسيس دولتنا قامت بفضل العلم والجد من مقاعد الدراسة هي ضمان لاستمرارية نجاحاتنا نحو المستقبل ومن مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل دولتنا والتعليم لن يتوقف سواء من المنزل أو المدرسة كما أكد سموه أن التعليم في الإمارات لطالما كان أولوية قصوى نسخر الجهود من أجلها ونحرص دوما على تطوير المنظومة التعليمية ورفضها بعوامل النجاح والتقدم رغما عن كل الظروف ولنا في العام الدراسي خير مثال على قوة نظامنا التعليمي حيث قال سموه سيظل التعليم أولوية وغاية نسخر له ومن أجله كل الجهود وستظل عجلته مستمرة ولن تتوقف سواء من المنزل أو المدرسة لأنه المستقبل وأضاف سموه استثمرنا في التعليم أعواما عديدة وأثبتت منظومتنا نجاحها وقوتها وجاهزيتها في أصعب الظروف وسنعمل لرفع قدرتها لمستويات أكثر تطورا وابتكارا وتوجه سموه بكلمة للمشاركين في الاجتماع من طلبة ومعلمين وأولياء أمور حيث قال لولي الأمر نقول من عزيمتك نحن نتقدم ونبني الوطن وللمعلم نقول من عملك وإخلاصك نصنع المجد وللطالب نقول من حلمك وصفك ننطلق للمستقبل وتم ضمن أنجدت اجتماع مجلس الوزراء اعتماد سياسة رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية وإصدار عدد من القوانين الاتحادية في قطاع العدل والصحة والشؤون المالية وتفصيلا اعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندته سياسة رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية والتي تشكل مرجعا رئيسيا لجميع الجهات الاتحادية وفي الجانب التشريعي اعتمد المجلس عددا من القوانين والقرارات والتعديلات لدعم وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة واعتمد المجلس إصدار قرار بشأن اللاحية التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب كما اعتمد المجلس قرارا بشأن إخضاء بعض المعدات الطبية للضريبة بنسبة الصفر لدعم الجهود الوطنية في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتطوير العمل الصحي في الدولة كما اعتمد المجلس في الشؤون الحكومية التنظيمية تمديد مدة توفيق الأوضاع لبعض المواصفات القياسية والأنظمة الرقابية التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي ليكون مع بداية العام 2021 كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري في البداية أرحب فيكم وهنيكم بداية العام الدراسي وأحب أقول لكم أن الدراسة لن تتوقف سواء في المدارس أو في البيوت لأن هذا أمل دولة الإمارات ونحن نركز على التعليم أستاذة ريم حارث كيف تقبلت الطلبة في أول يوم للدراسة؟ تم وضع آلية للعودة إلى المدارس بنظام التعلم الهجين بواقعيه التعلم الواقعي والتعلم الافتراضي كذلك سموك لا ننسى أولياء الأمور شركاؤنا في العملية التعليمية الأستاذة رفيعة بنت معدن من مدرسة السعادة شو الإجراءات اللي خدتوها الوقائية في المدارس للحفاظ على سلامة الطلبة؟ قمنا بتجهيز المبنى المدرسي من حيث التعقيم توفير الملصقات توفير أجهزة قياس الحرارة طال عمرك أيضا تم تعقيم الحافلات المدرسية بصورة دورية وأيضا قيام جميع الهيئة الإدارية والتدريسية بالفحوصات فاسأل الطالب سعيد الظهوري من مدرسة البريرات في رأس الخيمة سؤال شخصي وين تحب أكثر التعليم من البيت ولا من المدرسة وليش؟ أنا بغيت أرجع للمدرسة عشان أنا اشتقت لها واشتقت حق ربعي بعد والمدرسة الحمد لله ما قصرت ويونة أمنت لنا جميع الاشتراطات الاحترازية وأنا إن شاء الله أرد لها الجميل وأبي أكون فخر وعون لبلادي الزميلة وأختنا شيخ الشاوي كيف ترين عملية تعليم بين أبنائنا المتواجدين في المنازل وفي الفصول؟ كيف تفعل أولياء أمورهم في ذلك؟ طبقنا سموك نظام التعلم الذكي من خلال منصة التعلم الذكي التي تساعدني كمعلم في ربط الطلبة في الصف الدراسي والمنزل خلال استخدام الأجهزة الحديثة مثل السبورات الذكية التي تعكس الدرس للطالب في الواقعي مع الطالب في التعلم عن بعد خلال المنزل موسيقى 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 سفgen